السيدات والسادة مساء الخير كان الفن دائما والدراما المصرية بصفة خاصة من أقوى وسائل صناعة الوعي في حياة المصريين كانت الأعمال الدرامية دائما هي ذاكرة الأمة وحاملة القيم وحامية الأخلاق وجامعة شمل الأسرة وحافظة الوحدة الوطنية السنوات الأخيرة شهدت عودة الروح للدراما الوطنية أعمال كبيرة تعيد قراءة الأحداث وتوثق التاريخ وشهدت أيضا عودة أعمال اجتماعية مهمة توقذ الوعي والضمائر وتواجه الخلل وتداوي جراح المجتمع اليوم نحن نسأل عن دور صناع الدراما وكل الجهات المعنية في دعم هذه الصناعة الثقيلة وفي استعادة أقوى وسائل قوة مصر النعمة نسأل عن الاستثمار الأمثل لطاقات وإبداعات مئات الموهبين الذين تكتشفهم هذه الصناعة سنويا ممثلين وممثلات وكتاب ومخرجيين وفنيين نسأل عن المنصات المحلية والأجنبية ما لها وما عليها وكيف يستفيد المشاهد المصري من هذا الزخم الدرامي الكبير طوال العام بدلا من حشده في شهر واحد عن الدراما وسناعة الوعي وعن العودة القوية للدراما الوطنية والاجتماعية حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم